تكلمنا في البداية على يعني هذا المهرجان إضافة لمصر سنوات طويلة كنا بنقول إن إحنا عايزين نوصل لمستويات دول إقليمية في السياحة وبنشتكي من عندنا كل الموارد ولكن ناقصنا بعض التنظيم التنظيم صغير جداً وبسيط جداً قدرنا نعمل حاجة زي كده نبني على هذا النجاح إزاي؟ تمام أولاً إحنا نزمن مهرجان العالمين مهرجان العالمين اتعامل صح سبا حالك ذكرت وما كانش فيه أخطاء وقد فعله كان سريع جداً إحنا بتلنا الترويج لهذا المهرجان أصلاً في شهر مايو مع معرض السياحة العربية اللي تم في دبي وكان فيه جميع الدول العربية مشتركة وتم الترويج لبداية لهذا المهرجان بشكل تدريقي ومع أول حفلة تمت أول افتتاح أرقام نطط إحنا وصلنا تقريباً من السوق العربي حوالي 50% زيادة في عجوزات الفندقية على جميع فنادق العالمين وخارج العالمين يعني الامتداد كده لغاية ما نوصل لغاية فوكا بي كل المنطقة دي كلها زادة نتسبة إشغال بتاعتها وتجاوزة المية في المية تأثير مباشر العبار بنفسه أعلى أن هذا الكلام أنا عندي 50% زيادة في إشغال عنده أربع أو تلات في براسي كل اللي بيحصل ده النهاردة كل الجنب أو كل التحركات دي بسبب وجود فعاليات موضوع الفعاليات يا مصطفة بي إحنا كقطاع سياحة بنطالب بيه دولة من فترة وبنطالب تنزيمها مش أكتر من كده ليس سيتمويلها إحنا نطالب بالتمويل نطالب بالتنظيم في فرق الدولة مفروب بتحط رجلية وتحط لنا النظام وقطاع الخاص بيشتغل الفعاليات مش على مستوى العالمين بس يعني تجربة العالمين بتودينا وتورينا إن إزاي قدرنا نفتح مقصة سياحي جديد ونظهره للعالم بهذا الإسلوب أنا أريد أن الحردك أن الدول العربية لو كنت في جالة التسوقية مؤخرا الترند اللي ماشي جواد الدول العربية حاليا كانت سعودية أو البحرين أو دبي أو إلى آخر مهرجان العالمين وتأثيره على المحضر ولو لجهت حردك لعملت اللقاء مع أحي أي من مطوري الريال ستيت أو العقارات في العالمين يريد تعمل اللقاء ده معه وتسمع نسبة مبيعاته زالت إزاي بعد مهرجان العالمين ففي مستفيدين يا فانده في مستفيدين عليهم تمويل هذه المهرجانات ولاست الدولة ده مبدئيا وإحنا النهاردة المفروض زي ما في كل دول العالم بيحصلوا في المدن العالم الصغيرة والكبيرة في العالم كله في حاجة اسمها الكونفينشن الكونفينشن سنترز دول أو كونفينشن بيرو ده شغلته إنه هو بيمول ماليا من التجار الموجودين وإصحاب المصلحة أو ستيك هولدرز مستخدين الستيك هولدرز نهاردة لما نحجيب سايح للبلد يتميز حيستفيد السياحة مباشرة سياحة دفعها مباشرة تخش مضاك الدولة تخش مباشرة على المواطن فبالتالي التاجر النهاردة مستفيد المطور العقاري مستفيد تصي مستفيد أوبر مستفيد كل الناس دي مستفيدة فبالتالي الناس دي النهاردة هاني فورد بتمول هذا النوع من المهرجانات أو هزيه نوع من الفعاليات خيه ما نقلشي مهرجانات نقول فعاليات لإنه إحنا مش عشانido مش عايزين نقف عن نقطة المهرجان بس احنا كقطاع سياحة بنعشق وجود فعليات لان احنا بحس بيها في مبيعاتنا النهاردة لان ما بيكون فيه اي فعالية في اي دولة في العالم بلاقي حركة سياحة متجهالها بشكل كبير جدا حد مسلا صغير جدا العمرة اللي هي الزامي على كل مسلم ايه مش الزاميا دينيا ولكن المصريين يعشقوا العمرة حتلاو جرات تلاقي عمرة مولد النبي عمرة اول محرم عمرة اول رجب عمرة نص رجب عمرة العشر اواخر عمرة نص رمضان شعبان اذا خلق فعاليات ومواسم هي السبب واحد لما تقدي حتاكو السبب واحد بس هو بتقسم عشان يحصل عملية جزء فاذا العمرة اللي هي الناس بتروح تعملها تقسمت 15 جزء تقريبا خلال ستشهور فبعملك بقى ندت عم فرق التمثيل دي زيارة بيت الله ودي حاجة عظيمة لا تقارن باللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي لما نيجي النهاردة بقى بنتكلم على فعاليات لا احنا بروض فعاليات عايزينها باش على شرم الشيخ ولا العرداء ولا على العالمين فقط انا عايزين فعاليات على ستة عشر محافظة في مصر حلو طبعا حلو جدا ماذا من المستفيد لا لا حلو ازاي ما تبدينيش حلو لا هنتكلم اقول ازاي في سيو اجي عندي سيو سيو استفادت بشكل غير مباشر من موضوع العالمين ليه استفادت بشكل غير مباشر النهاردة انا النهاردة كان المشور عشان اخد الجروب اطلع به من القاهرة اروح به سيوى لزيارة وسيوى هي سيحة بيئية مستدامة وعلى توصيات من الزم سيحة العالمية وفيها حاجات يعني فيها اثارات وفيها وفيها تحف وفيها وفيها هي في موسم دلوقتي دفن في الرمال حاليا لوقت 5 سبتمبر في الموسم بتاع دفن الرمال والعلاك فاذا للنهاردة سيوى اجيب حطة لابد من الاستثمار فيها طب العالمين استفادت من العالمين ازاي استفادت ان اصبح فيه النهاردة كم فنادق انشئت اصبح النهاردة السيحة النهاردة كدر اوفرنايت بيقعد ليلة او ليلتين في النص في المشوار ويكمل بعد كده على سيوى ويجا يعمل لجر المطار اللي اختصر الطريق لا المطار ده موضوع كبير